هوي بريس نحو إعلام هادف فلد الإعلام الغربي والفرنسي والعلماني إلا أن هذه الألفة سرعان مرتفعت بسبب مواقفها الأخيرة من القضية الفلسطينية لقد صرحت الغزيوي بمواقف مفاجئة لا يصرح بها من في مثل وضعها الثقافي والإعلامي فاستنكرت العدوان الصهيوني على قطاع غزة وشبهته بنازية هتلر وإرهاب داعش وبالمقابل رفضت وصف حباس بالإرهاب ومن وقع المفاجأة غير المتوقعة من أمثال الغزيوي ثارت ثائرة العلمانية الفرنسية وأياد اللوب الفرنسي في بلاد نابوليون ونتيجة لهذه الثائرة العلمانية سحبت من الغزيوي جائزة سيمونفيل التي كانت قد منحت لها من قبل منظمة إلدو فرنس وتم بنعها من الدفاع عن نفسها ومواقفها في الإعلام الفرنسي بل إنها وجدت نفسها دون سابق إنذار عرضة للمتابعة القضائية وتقول تقارير إعلامية إن وزير الداخلية الفرنسي رفع ضد زينب الغزيوي دعوة قضائية تتهمها بمساندة الإرهاب وكأن حركة حباس هي المسؤولة عن مقتل خمسين ألف مدني في غزة وليست هذه هي المرة الأولى التي تختبر فيها فرنسا فيما تدعيه من إيمان بالحرية فكل مرة تثبت فرنسا للعالم أنها تؤمن بحرية خاصة تسقط معها حريات الأقليات والمختلفين عن الرأي العام الذي يراد صناعته صناعة متقنة ومقصودة ولأغراض سياسية بعينها وهذا درس لدعاة الحرية الفرضية بلا حدود في المجتمع المغربي وغيره من المجتمعات العربية والإسلامية وللمشرفين على أمر جمعيات أجنبية غربية في بلدانهم هذا درس لهم ليعلموا أن فرنسا ومراكزها وجمعياتها لا تطلب منهم غير الخدمة والوظيفة وإذا ممتنعوا عن آدائها وعارضوا المواقف الفرنسية فلا احترام ولا تقدير ولا ترويج بل هو البدع والمتابعة القضائية هوية بريس نحو إعلام هادف